لبنات كتعانو لي من درس صغير اليوم اجبت لكم فيديو ولا ارواع غدينا الاعجاب ديالكم ان شاء الله لتكبير الصدر وصفة خرافية سحرية ولا ارواع ليشد ورفع ونفخ وتكبير صدر والارداف ايضا والمؤخرة والنتيجة في الفيديو امام الاعين ديالكم الان ارواع حبيباتي ركزوا معي على المكونات وحاولوا ما تكترو شي منها را تتكبر الصدر بوحد الشكل غير طبيعي وتقدر تكبروا لي كتر من الفيديو اللي كتلاح ديه النتيجة كما قلت لكم ان شاء الله مره مره غدينا بقى نجيبها لكم لانو بزبزب زي الناس بغوا النتيجة تباليهم واضحة في الفيديو فاكيد على الرسولي الحبيباتي فحاولوا البنات كما قلت لكم ركزوا معي ما تكتروش منها را تقدر تسبب لكم يعني السمنة المفرطة او السمنة الزائدة في المنطقة ديالصدر او المؤخرة فنتمنت تعجبك نتيجة امام الاعيون ديلك لانو بزف ديالنساء يعلمون لها احنا اعرفنا الوصفة فعلا تقدر تكون او لا الاو لا ولكن بغينا نشوفوا نتيجة امام الاعيون ديالنك باش نعرفو فعلا او كلامك سادق مليون فالمية فحبيباتي نتيجة امام الاعيون ديالكم انا شخصيا كانت تخدمها وعتدتها لبيزف ديال صديقات ديالي ونالت الردة ديالهم ونالت الاعجاب ديالهم وبقاوت يشكرني عليها لانو نتيجة خرافية وسحرية أيضا في مدة 3 أيام على الأقل كتبت لحظة الفرق أولى النتيجة خصوصا إلى دوم تعليات 3 أيام متتالية خصوصا أيضا صالح المقبلات على الزواج أولى المخطوبات لكي بواك دا صدر ديالهم يكبار في واحد المدة سريعة سريعة جدا بلا ما تأخذون منهم الوصفة يعني مدة طوية لبزاف فاليوما نتمنى الفيديو نال الريدة ديالك ونال إعجاب ديالك قبل ما تعرفي معايا على المكونات هبطي دابة وخبطي واحد اللايك كبيرة بزاف واشتركي في القناة مرحبا بكم حبيباتي مرحبا بالناس اللي أول مرة غادي يشوفوني وأول مرة كيكتشفوا معا القناة فمرحبا بكم كاملين حبيباتي ما تنسوش الاشتراك في القناة لكي يسلكم كل ما هو جديد تفعلكم زي الجرس وبسم الله على بركة الله سوف نتعرفو على المكونات ديال هاد الوصفة طريقة تحضيرها استخدامها واستعمالها كيما قلت لكم فعالة مليون ومليار فلمية جر بها دابة في ثلاث ايام نتحدى اي وحدة ما تعطيهاش واحد النفخ ديال الصدر ديال غير هو ما تكتروش منها كيما قلت لكم راتقدر تنفخ لك الصدر ديال كتر من تباغه ولا كتر من لازم كيما كنقول دابة حبيباتي مشو نتعرفو على المكونات بالنسبة للمكونات هما ساهلين هتحتاجي معي ان شاء الله هناليا الخميرة عندي الخميرة هادي مش ديك المعجنة هديك المعجنة ركينا موجودة عند البقالة ولكن من الاحسن خودي لي هادي اللي كتكون حبوب انا صراحة كنستخدم هادي بزاف في تكبير الصدر وفي عدة وصفات اخرى فهادي اللي كتكون حبوب كتكون فعالة وزوينة بزاف فمن الاحسن خودي هادي النوعية هادي وبزاف الناس يقول لي اينا ماركة اللي بنا ترى كينا وحد الماركة معروفة بلما نذكر الاسم دياله وكينا وحد الماركة اخرى مماثلة لها حتى ايا عند البقالة موجودة وتمان ديالها مناسب عند الجميع فالمهم اي ماركة سواء كنت في المغرب او خارج المغرب تفرط عندك تستخدمها المهم تكون هادي كما كنقولو حنا الي كتكون حبيبات بالنسبة المكونات الثانوية الاخرى ستحتاجينها معين شاء الله الى القمح هنا يا القمح كونبلي يعني القمح الكامل من خالتو كما كنقولو حنايا غا تحتاجي معين شاء الله وحد الكمية كما قلتلك هاد المصفارة ها ما تعطيهاش لك صاحب زكلي لانها الحمد لله كتعطي وحد نتائج خرافية في مود دواجي زانت من هاد الفيديو تبغتاجه ويوصل لعدد كبير من اللايكات وتبغتاجي هاكدا فليقوب واتساب ليقوب فيسبوك غير باشتعم ان شاء الله الفائدة لجميع النساء اللي كيبغيوها كتا يكبروا الصدر ديالهم والارداف والمؤخيرة ديالهم ايضا باشياء طبيعية يعني ما يمشوش يلجؤوا لاشياء تقدر تسبب لهم مشاكل يعني الحمد لله تكون الوصفة امنة هدا وما يهم وغتحتاجي معايا ان شاء الله واحد الكمية ديال الماء يكون مغلم زيان باش هكدا النصوب بهنا يا الخميرة عاد من بعد ندوزو المكونات التانوي اللي غتعرفو تعرفوهم يعني معايا الان فكما قلنا غنحتاجو الخميرة حبيبات القمح كومبلا وللقمح الكامل كمية من الماء الساخن اوي المغلم زيان وغتحتاجي معايا ان شاء الله واحد صفار بيضة او بيض بيضة على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر والمتاح ايضا وستحتاجين معي الى دقيق المخبوزات اي دقيق الفورس دقيق المخبوزات حتى هو فعال 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 في نفخ وتكبير الصدر وشده ايضا ورفعه يعني كل هذه المكونات اللي استخدمنا رهات سحرية ورائعة بخصوص تكبير الصدر وشده ورفعه وغادي نعود لكم المكونات كاملين عدنا في المجموع اربعة دية المكونات او خمسة دية المقادر عدنا الخميرة حبيبات عدنا القمح كامل عدنا دقيق المخبوزات او دقيق الفورس عدنا صفار بيضة كيف ممكن تعويضها ببيض بيضة وعدنا كوب من الماء المغلاء وكوب من الماء الدافئ وده بغا ندوزوه على بركتي الله لطريقة التحضير والطريقة هي المهمة البنات الطريقة هي المهمة مركزه معايا اتاخذ معايا هنا واحد معلقة دية الخميرة واغذ معايا واحد معلقة دية الميكون مغلة مزيان وكننخلطو كنجنوها مزيان كما كتلاحظو سعين الخميرة نتائج مضوبة سعينت لها مطارسة فان تومه نضيفة المعين لقاها كده هي كتبت جمد أهم حاجة البناس والخطوة المهمة هي تخلطي لي وتعجني لي هاد الخميرة مع دكلمة عاد من بعد تلجئ المكونات الأخرى لأنهم ساهلين ماهلين نضيف معلقة القمح 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 او دقيق الفرص. كذلك هو مثال كتضيفة معلقة ولا جوج معلقة ديلم المغلة. اخر حبيباتي هي انكم تضيفو ديك سفار بيضة ولكن قبل نزيد واحد جوج معلقة باش الوصفة ما تعجنش لي معدك سفار البيض. تكون سائلة هكذا افضل ما تكون معجنة. يعني غير ريف الاول كي يخصصها تكون معجنة يعني اذا كلمة معجن مع ديك الخمير. اما من بعد فاش كتبي تضيف ديك سفار بيضة ولا بيض بيضة. يخص الوصفة تكون شوية سائلة باش هكذا تخلطوا لك هاد المكونات مزيان. البيض ديال البيض وصفر ديالو اراهم غزالين 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 بززاف. التكبير ديال الصدر. والنفخ ديالو والرفع ديالو الشد ديالو ايضا حتى تبيض ديالو. الناس اللي عندهم السواد في منطقات الصدر بشكل كبير ياخدوا واحد. ياخدوا واحد المعلقة ديال ديال الحامض. واستخدموا في هاد الوصفة هادي. اخر حاجة غادي نضيف غير باش الوصفة تعقاد لنا اما اضيفوا القمح. كالضيفة تقريبا واحد جوج معلقات اولا اضيفة دقيقة ديال فورس. انتي وشنو بغيتي انا هنا اضفت القمح. هاد القمح هذا البنات رائع رائع رائع. غير بس الوصفة تكون عاقدة ما تكون شاكدك سائلة المية في المية. ولكن مع التحرك دائما للوصفة باش تجمعي العناصر وحتى الفعالية ديال كل مكوين على حدة تكون حاضرة في الوصفة ديالك. انتما هدي هي الوصفة يا البنات هايا واجدة موجودة جبتها لك وحتى انتي حبيبة ديالي ما تنسينيش من اللايكات ديالك. ادعوات ديالكم وتخلي وليالي كومنتاق مرحبا بيكم استفساراتكم تساؤلاتكم وكل هاد الاشي اكان رحب بيها. واللايكات اللايكات اللايكات لهاد الفيديو واش توصلوا ان شاء الله العدد كبير كبير بزاف من اللايكات هادي هي الوصفة حبيباتي. هايا واجدة ما عليك إلا تاخذ صدر ديالك وتبدأي الدهنيه بهذا الوصفة هادي ولكن البنات بطريقة ديال تطبيق هاد الوصفة مهمة علاش لانو الطريقة هي اللي كتزيد تعتك النتيجة في اقرب مدة. الطريقة ديال تطبيق هاد الوصفة مني تكوني كتطبقها بداي من الصدر ديالك من الاسفل للأعلى ومتي كتعملي ماساج يعني مني كتدخليها كتدخلي علاش كل ماساج ما كتدخليهاش مثلا بحال ماسك ولا بحال الوصفة عادية وانتي كتدلك الصدر ديالك المدة تقريبا ديال عشرة ديال دقيق وانتي كتدخلي هاد الوصفة من بعدك تخلي حتى كتنشف او لحتك تجف تقريبا المدة ديال خمستاشر دقيقة او عشرين دقيقة على الاكتر ومن بعدك تغسلي صدر ديالك بالماء الساخن او الدافئ تمسحيه بفوطة وممكن تلجئي لزيوت ميت زيت الحلبة زيت زيتون خصوصا الزيوت الدافئة دفئهم شوية كلها لقبل النوم وتعملي بهم مساج غير هو ما تكترو شي منها البناترا كتسبب في السمنة المفرطة او لف الوزن الزائد بشكل كبير جدا يعني استفتوا معي من نونة للتردة ديالكم والاعجاب ديالكم هاد الوصفة الحمد لله البسيطة ورخيصة للمكونات ديالها كانت سامتوفرة عند الجميع والنتيجة كما لاحظتها امام الاعين ديالكم في الفيديو فشكرا لكم حبيباتي ونشوفكم في فيديو ماجي ان شاء الله بسلام عليكم